نحو مزيد من الاشتعال يتجه المشهد الفلسطيني بعد إصرار الاحتلال الصهيوني على ضم أراضي بالضفة الغربية وغور الأردن لم تمتلك الأمم المتحدة غير هذه العبارات التي لطالما لم تضف شيئا لإيقاف المطامع الصهيونية التي وصلت لنسف حتى الاعتراف بالدولة الفلسطينية تلك التي لن يتبقى منها بحسب مخطط نتنياهو سوى أرخبيل من الأراضي المتفرقة المتصلة بأنفاق حتى لا تفكك المستوطنات على أن تكون مدينة القدس عاصمة غير مجزأة للاحتلال والأغوار تحت سيطرة تل أبيب مخططات لم تكن لتتم لولا دعم ترامب الذي أنتج خطة لم يكن يحلم الاحتلال بها بعهد الإدارات الأمريكية المتعاقبة التي لطالما ترددت وترددت ليحسم ترامب الموقف وتصبح اللعبة على المكشوف بدون أي رتوش على الجانب الرسمي الفلسطيني اكتفى الرئيس محمود عباس بالقول إنه أصبح في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع واشنطن وتل أبيب ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الأمنية في حين هدد رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية بسحب الاعتراف بإسرائيل أوسلو إذن على المحك وجميع الاتفاقات التي لطالما لم يلتزم بها الاحتلال وبقيت حبرا على ورق بانتظار إعلان وفاتها من جانبه يبدو صوت الأردن شعبيا ورسميا أقوى من أي وقت محذرا من صراع مقبل على أعلى نطاق ففي يد الأردن أوراق تؤرق نتنياهو إلغاء معاهدة السلام وصفقات استيراد الغاز فلسطينيا ومع فقدان الأمل الشعبي بتوحد الفصائل والسلطة يبقى التصعيد بحسب مراقبين هو الخيار المطروح وبقوة رغم محاولات التجويع المستمرة ضد الفلسطينيين الذين لم يعودوا يملكون سوى المقاومة الشعبية وأخرى مسلحة وسيلة تقاوم مجموعة لم تعد تعترف بالسلام وتريد أخذ أراض غصبا كفلتها المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية